ورحلتموا يا أيها العظمة يا أنهرا فاطت هدى وسماء مرت سنون بل قرون سادتي والسيرة استعصت على الإثنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع المبدعين نتناول فيها هؤلاء العظماء في تاريخ الإسلام ونحاول أن نستكشف ماذا أضافوا مع سيرتهم ومواقفهم نعرف الشباب بهم لكننا أيضا نحاول أن نستكشف أسرار هذه العظمة ومعادلات الإبداع لعل شبابنا يستفيدوا من هذه المعادلات ليكونوا هم إن شاء الله مبدعوه هذا الزمان وحدثنا اليوم عن أحد مشاهير علماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم الحضارة وفتح آفاق جديدة في العلم والمعرفة ليس فقط للمسلمين وإنما أمام الإنسانية وجه أصيل من تراثنا ومن تراث أمتنا أفاد منه العالم أجمع وأثنى عليه الغرب قبل العرب أنفسهم حديثي اليوم معكم عن الإمام العظيم الفارابي محمد ابن أذلغ ابن طرخان الشهير باسم الفارابي نسبة إلى فاراب في فارس مولده في فارس وهو من أصل فارسي ويسمى المعلم الثاني بعد المعلم الأول أرسطو أرسطو الفيلسوف الشهير اليوناني يسمونه الأستاذ يسمونه المعلم الأول فاشتهر اسم الفارابي بالمعلم الثاني أعظم فلسفة الإسلام صاحب المؤلفات القيمة في الفلسفة والمنطق لكن ليس هذا فقط وإنما كثير من الناس لا يعرفون أن الفارابي كان أستاذا في الموسيقى والعلوم كذلك ولد في مدينة فاراب أو في مقاطعة فاراب في عام 260 هجرية وتوفي لما صار عمره حوالي 80 سنة وذلك في تاريخ 393 هجرية تقريبا الحالة السياسية التي كان عاش فيها كانت صراع شديد بين سلطة الخليفة وسلطة الأتراك من ناحية وكثرة المكائد والمؤامرات والاغتيالات فترة الطراب السياسي لكن أنا كنت حددتكم أحيانا يكون هناك الطراب سياسي لكن الجانب الحضاري يستمر العلوم والفنون والتأليف وهذا يستمر فليس ضرورة أن يكون الانهيار السياسي يكون معا انهيار حضاري قد يحدث لكن ليس دائما عاش الفرابي حياته زاهدا في المال زاهدا في السلطة لا يتصل بالساسة ولا يدخل في هذه الصراعات لكن فكرة ورؤية للحياة المثالية الفاضلة سياسيا وفقهيا وفلسفيا جعلت العالم كله ينظرون إليه نظرة إجلال حكام الدول وحكام الإمارات ينظرون إليه كعالم جليل يحظى بالإحترام والتقدير ومن أمثلة هؤلاء الذين قدروه سيف الدولة الحمداني في حلب لما غادر الفرابي فراب ما رجع إليها جلس سنوات عمره دراسته وإنتاجه في العالم العربي عاش في العواصم العربية بغداد حلب دمشق مصر فثقافة الفرابي في بغداد والشام كانت ثقافة عربية وكل مؤلفات الفرابي التي زادت عن مئة كلها كانت باللغة العربية ولذلك استحق أن يلقب وهذا من ألقاب الشهيرة فيلسوف العرب فهو رغم أنه من أصل غير عربي إلا أنه كان عالما عربيا مبتكرا وفيلسوفا عربيا مبدعا بالإضافة أنه كان موسيقيا عربيا بارعا وأديبا عربيا في علمه وفي ثقافته وموطنه الذي استقر فيه كان من كبار المؤلفين العرب تفوق الإمام الفرابي من صغره بل تفوق حتى على أساتدته يقولون لما دخل بغداد دخلها في عهد الخليفة المقتدر العباسي وفي عزمه أن يستفيد من وجوده بين طائفة من أفضل علماء العالم بغداد عاصمة العلم لعدة قرون في مختلف التخصصات العلمية فبدأ بدراسة اللغة على يد أبي بكر بن سراج ودرس على يديه النحو لكن في نفس الوقت الذي كان يدرس عند ابن سراج كان وهو تلميد يعلم ابن سراج علم المنطق وكذلك سمع الفرابي عن الأستاذ يوحنى ابن خيلان الذي كان يعيش في مدينة حران فسافر إليه ليدرس على يديه الفلسفة والمنطق وكانت هذه بداية دراستة للفلسفة والمنطق واستفاد الفرابي من معرفة ابن خيلان ليس فقط بالفلسفة وإنما أيضا بعلوم الطب فدرس الطب على يديه لكن فرابي لم يشتغل بالطب كما اشتغل ابن سينة مثلا عندما انتهت دراستة في حران عاد إلى بغداد وواصل دراستة الفلسفة والمنطق في بغداد وبالإضافة إليها تعرفون في ذلك الزمان كان القضية الموسوعية هذه مسألة مهمة جدا لكن حتى مع الموسوعية أنا حددتكم مرات كثيرة أنه إياكم أن تكونوا موسوعيين تعرفوا لتكن ثقافتكم موسوعية لكن ركزوا على مجال واحد هو درس الرياضيات ودرس الموسيقى كما حددتكم لكن في النهاية الفرابي تميز بعلم واحد أساسي والباقي كلها علوم ثانوية فتميز بعلم الفلسفة فظل الفرابي ينهل من معين العلم في بغداد يقرأ ويدون الملاحظات ويحضر مجالس العلم والعلماء حتى تفوق في علمه ومعرفته على أستاذه ولقب بالمعلم الثاني لسبب أنه وصل في الفلسفة إلى درجة لم يصلها أي عالم عربي بل لم يصلها علماء العالم منذ أيام أرسطو وأفلاطون سر اهتمام الفرابي بالفلسفة والحكمة بدأت بغير شيء غير مقصود أحيانا الواحد ما يدري هو يبرع في ماذا إلا دا استكشفه فإذا الواحد مثلا مناسب لعلم الإدارة لكن لم يدرس في الإدارة ولم يحضر أي محاضرة في الإدارة كيف يعرف أنه يحب علم الإدارة أو يصلح لعلم الإدارة لابد من شيء وهذا توجيه للشباب استكشفوا أكبر قدر من العلوم والفنون وعندها ستعرف ماذا يناسبكم الفرابي ما كان في بال الفلسفة إطلاقا ولكن يظن أنه ولكن يدري أنه يناسب الفلسفة إلى أن جاء رجل من طلاب العلم فأودع عند الإمام الفرابي جملة من الكتب لأرسطو وجعلها أمانة عند الفرابي وسمح لأن يقرأ فيها فالفرابي بدأ يقرأ وإذ هذا الذي يريد أعجبته هذه الموضوعات التي يتحدث عنها أرسطو فانكب على هذه الكتب واستوعب ما فيها وتفهم معانيها وأحاط بأسرارها وحده فصار فيلسوفا كبيرا وتفوق على كل الفلسفة بقدرة الذاتية وبأن الله سبحانه وتعالى خلقه لهذا كل ميسر لما خلق له وظل الفرابي يقول رأيناه في بغداد وقد تجاوز الخمسين من عمره يدرس الفلسفة والمنطق والرياضيات والموسيقى واللغة ويدرسها ويسعى إلى كبار الأساتذة يسافر من بغداد إلى حران ولا يجد حرجا في أن يتعلم وهو كبير سن وهذه رسالة لبعض كبار السن الذين توقفوا عن التعلم أربعين خمسين سنة ما زال عندك قدرة على أن تتعلم ستين سنة أنا أذكر وأنا في أمريكا كانت معنا طالبة عمرها أربعة وثمانين سنة فكبار السن ليس مانعا من مواصلة الدرس والبحث واستحق بوصوله إلى هذا المستوى لقب المعلم الثاني حتى أن ابن سنة يعتبر أستاذ له ووصل في الفهم ما لم يصله ابن سنة يقول ابن سنة في الفرابي يقول سافرت في طلب الشيخ أبي نصر الفرابي أريد أن ألقاه فما وجدته وليتني وجدته ليتني تعلمت على إيده فهنا العالم والفيلسوف الكبير ابن سنة يعترف أن أستاذ الفرابي بل كان يتمنى أن يدرس على يديه بل أكثر من هذا يقول ابن سنة عن نفسه يقول لم أفهم كتاب ما وراء الطبيعة ما بعد الطبيعة رغم لأرستو رغم أني قرأت أكثر من أربعين مرة وحفظت عن ظهر غيب لكني ما فهمت إلى أن قرأت كتابات الفرابي حول الموضوع ففهمت كتابات أرستو وتوصلت إلى معانيها وأفكارها ولذلك يعتبر الفرابي في أنحاء العالم من أكبر الفلاسفة بعد أرستو بل أكثر من هذا الفرابي ترجم كتب أرستو وفسرها ثم ضاعت كتب أرستو في أوروبا وضاعت النسخ الأصلية فترجمت كتب أرستو مما كتبه الفرابي ويقولون لو لا الفرابي لضع أرستو فهو أعظم من شرح ووضح ونشر آراء أرستو المعلم الأول ولهذا حصل بحق على لقب المعلم الثاني فشهد له الشرق والغرب مزيد من التعريف بهذه الشخصية العظيمة بعد الفاصل إن شاء الله ورحلتم يا أيها العظم أهلا بكم ومرحبا مع المبدعين ونحن مع شخصية عظيمة في تاريخ الإسلام يعرفها للأسف كثير من شبابنا بالاسم فقط لك لا يعرفون عنه شيئا الإمام العظيم الفرابي فرابي فيلسوف الإسلام وفيلسوف العرب والمعلم الثاني لعلم الفلسفة بعد أرستو شهد أهل الغرب بفضل الفرابي في أكثر من مناسبة وعلى مدى القرون التي بين زمانه وزماننا انظروا إذا ما قاله المستشرق دياخو عن رأيه في شخصية الفرابي يقول إن الفرابي شخصية قوية وغريبة حقا وهو عندي أعظم جاذبية وأكثر طرافة من ابن سينا لأن روحه كانت أوفر تدفقا وجيشانا ونفسه أشد تأججا وحماسة لفكره وكان في فكره وثبات كوثبات الفنان انظروا ماذا يقول عنا وله منطق مرهف بارع متفاوت ولأسلوبه مزية الإعجاز والعمق فهكذا يصور هذا المستشرق الفرابي ولذلك في السنين الأخيرة في أوروبا عملوا مؤتمر بل احتفالية ضخمة جدا بالفرابي لأن أثر الفرابي عليهم أثر كبير جدا الغرب يحتفون بابن سينا والفرابي وابن خلدون هؤلاء الثلاثة أكثر من يحتفون بهم من بين العلماء الأمة الإسلامية إلى جانب هذا التفوق العلمي والعقلي الذي شهد به أهل الغرب والشرق يتحدث المؤرخون عن أخلاق الفرابي فقالوا كان زكي النفس هادئ الطبع ساكنا لا يعبئ بشيء من أمور الدنيا لا مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا مسكن يقولهم كانت أغلب ملابسه ملابس الأتراك ويقتصر على الملابس البسيطة وأيضا أبسط أنواع الغذاء وكان أكثر أيامة ينفرد بنفسه لا يجالس الناس أنا حددتكم عن أهمية أن يكون لكم خلوة أن يكون لكم جلسات تفكروا تفكروا في نفسكم في أهدافكم في حياتكم أين كنا أين وصلنا إلى أين نريد أن نذهب هذا جزء من معادلة الإبداع ونراها في الفرابي واضحة بشكل خاص ويقولون عنه كان لا يكون عادة إلا حيث المياه الجارية والحدائق المتشابكة الأشجار وهناك في هذه الحدائق الجميلة كان يؤلف كتبه وكان يعني يعلم تلاميذه الذين يسعون إليه على تلقي العلم على يديه من أنحاء العالم وكانوا يسألونه عن ما استعصى عليهم ومع ذلك كان وهو في هذا الجو وبدون كتاب يعلمهم أصعب القضايا وليس أدل على زهده في الدنيا من رفضه عطايا سيف الدولة الحمداني سيف الدولة أقام دولة عظيبة جدا في حلب وكان يعطي العلماء والشعراء أعطيات ضخمة جدا فأرسل للفرابي هذه الأعطيات الضخمة فرجعها الفرابي كلها وكان يكتفي بأربعة دراهم باليوم لا يطلب غيرها من أجل ضرورات معيشته فقط عشان يأكل ويلبس آثر الفرابي حياة الزهد وحياة الاعتزال والبعد عن الناس والبعد عن المناصب والوظائف لكنه مع ذلك لا ينصح الآخرين بهذا الموقف من الحياة ويقول لا تجعلوا حياتي لكم قدوة هذا يعني هذا شخصيتي أنا طبيعتي بهذه الصورة واستطاع الغذاء الفرابي أن يطرح لنا الفلسفة المعقدة بأسلوب مترابط لم يستطع أحد أن يطرحها كطرحه أول ما يلاحظ المطلع على فلسفة الفرابي هذا التسلسل المنطقي والترابط المحكم بين مختلف أجزاء فلسفته وحرص الفرابي على عدم إهمال أي نقطة من نقاط الموضوع الذي يبحث فيه وبذل فيه جهدة في أن يجعل كل أجزاء فلسفته متصلة اتصال وثيق ببعضها طبعا يظهر هذا الترابط في نواحي فلسفة النظرية والعملية وطبعا كان له أطروحات في النظريات ما وراء الطبيعة والكون والإلهيات لكن له أيضا نظريات في الاجتماع وفي السياسة بشكل خاص هذا التحديد طبعا ما يمكن نتكلم عن الفرابي بدون ما نتكلم عن جزء من فلسفة الفرابي هذا التفصيل وهذه الدقة وهذا الشمولية وهذا الترابط تجده بشكل خاص من خلال كتابه آراء المدينة الفاضلة الذي يعتبره أحد الباحثين أكثر ما يعبر عن فلسفة الفرابي ينقسم كتاب آراء المدينة الفاضلة إلى قسمين كبيرين قسم فلسفي وقسم سياسي اجتماعي في القسم الأول في الفلسفي وهو القسم الأكبر من الكتاب يبحث فيما يسمونه الفلسفة الموجود الأول يقصدون به الله عز وجل الموجود الأول ويؤكد الفرابي على نفي الشريك عن الله عز وجل ونفي الضد ويتكلم عن صفات الله وعلمه وأنه حق ويتكلم عن الحياة والحكمة والصفات العظيمة لله عز وجل بأسلوب فلسفي يتوافق تماما مع الطرح الإيماني في بعض القضايا الأخرى عنده بعض الأمور التي فيها مخالفة لبعض القضايا العقائدية لكن في الأساسيات هو مؤمن حقه أما القسم الثاني فيرتكز على القسم الأول ويبحث فيه الفرابي إلى احتياج الإنسان إلى الإنسان الآخر إلى التعاون ويذكرها على فلسفة المدينة الفاضلة وأضاد هذه المدينة الفاضلة المدينة الفاضلة قلنا القسم الأكبر منها مخصص هذا الكتاب القسم الأكبر منها مخصص للبحث عن الإلهيات ليس في السياسة ليش؟ لأن الفرابي يرى أن المدينة الفاضلة تنتج من فكرة من نظرية إنسانية في فهم العقول وعلاقتها بفهم الإلهيات وأن كل شيء موجود هو صادر عن الموجود الأول عن الخالق سبحانه وعلاقة الكون والأكوان ببعضها وعلاقة الكون بالإنسان ويفصل في هذه المسألة تفصيلا شديدا وفعل الفرابي شيء عجيب جدا أفلاطون وأرسطو بينهما فرق كبير في الأطروحات الفلسفية حتى يقولون أفلاطون كان كافرا وأرسطو كان مؤمنا أفلاطون وأرسطو يعني عاشوا ويعتبروا مرجع الفلسفة في العالم كله فساء الفرابي أن يرى أن دارسي الفلسفة سواء من المسلمين أو غيرهم كانوا يرون أن أفلاطون وتلميذ أرسطو بينهما هذا الخلاف ويرى أن الفلاسفة ينتقدون هذا ماذا فعل الفرابي؟ استطاع أن يرى وجوه الخلاف فقام بمحاولة التوفيق بين هذين الفيلسوفين العظيمين لماذا؟ أثبت بطرحه أن الخلاف ظاهري نظري فقط وأما جوهر فلسفة أفلاطون وفلسفة أرسطو فواحدة وأصولهما تتشابه لماذا فعل الفرابي هذا؟ هنا بعض الناس لا ينتبهوا إلى هذه المسألة كان له هدف كبير جدا في محاولة ما علاقة هو بأفلاطون وأرسطو كان يريد أن يوفق بينهما من أجل رغبته في مواجهة الدين بفلسفة موحدة يعني إذا الدين سيواجه فلسفات كثيرة ستكون قضية معقدة لكن عندما الدين يواجه فلسفة واحدة تسهل عليه محاولة التوفيق بين الوحي والعقل هو يريد أن يثبت أنه لا تناقض بين الدين وبين الفلسفة بين العقل فالفلسفة واحدة والدين واحد وبينهما توافق ولذلك حرص أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو وبالتالي نفهم هنا منطلقات الفكر عند الفرابي اتسم تطور العلم في ظل الخلافة العربية الإسلامية بملمحين رئيسيين فكرتين رئيسيتين تجدهما في الفكر الإسلامي وتجدهما بوضوح في أعمال الفرابي أما الأمر الأول فالموسوعية وأما الأمر الثاني فالعقلانية عقلانية العلماء العرب المسلمين وجدت صداها حتى في الإنجازات العلمية المعاصرة اليوم الزمن الذي نعيش نحن هنا فيه في قرن الحادي والعشرين قائم على المنهج العلمي البحث الذي أسسه المسلمون في ذلك الوقت بينما أوروبا كان الدين عندها صراع مع العلم نحن ما كان عندنا هذا الصراع فأوروبا كانت قد نفضت يديها من المعتقدات الغيبية وبينما المسلمون بفكرهم الذي فيه توافق استطاعوا أن يثبتوا هذه المسألة واستطاعوا أن يوافقوا بين العلم والدين والفلسفة بدون تناقض تجد هذا بوضوح في مؤلفات الفرابي الحياة الفكرية للفرابي كانت حياة خصبة جدا بلغت مؤلفات من الكثرة ما جعل بعض المستشرقين يخصصون لحصر كتابة فقط عنوين كتب الفرابي مجلد كامل طبعا أغلب هذه المؤلفات للأسف قد ضاع ما بقى منها إلا أربعين مؤلفا موزعة على كل الفنون التي تكلم فيها في المنطق والخطابة والشعر والمعرفة وما وراء الطبيعة والفلسفة العامة والفيزياء والموسيقى والأخلاق والسياسة يعني كلها تكلم فيها الفرابي من أشهر مؤلفات كتاب الجمع بين رأي الحكيمين كما ذكرت لكم أفلاطون وأرسطوب وكتاب آراء المدينة الفاضلة وله مؤلف كبير يعتبر مرجع في الموسيقى كتاب الموسيقى الكبير وله كتاب رسالة في إحصاء العلوم ورسالة في قوانين صناعة الشعر والخطابة الفرابي أيضا كان عالم كبير من علماء الاجتماع وكتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يعتبر من أهم المسائل أو المراجع الاجتماعية والسياسية في العالم الحديث حتى يعتبر مرجع من المراجع حلل فيه حقيقة الاجتماع الإنساني كيف تجتمع الأمم وحلل فيه تقسيم المجتمعات البشرية وكيف نؤسس مدينة فاضلة ووصف قائد هذه المدينة ذكر يمكن أظن 16 صفة لقائد المدينة الفاضلة صفات الحاكم صفات الرئيس وتكلم أيضا عندما تكون المدينة غير فاضلة فما يتعلق بها من صفات ومن طبائع سيئة فتكون تركز على الإباحية أو على عدم المنطقية أو على الشهوات فقط أو على المادية أكل وشرب ملبس فكثير من الدولنا اليوم على فكرة يعني تبني مباني فخمة شوارع عظيمة لكن ما إضافتها للفكر أو للعلم يريد الناس يأكل ويشرب ويتمتع هذه جزء من المدينة غير الفاضلة التي وصفها الفرابي الفرابي رحمه الله عاش حياة عظيمة جدا طبعا بعض مؤلفاتها صعب جدا قراءتها كتاب الحروف مثلا من أصعب الكتب أن يقرأها الإنسان على كل حال مضت حياة الفرابي يعاشها بزهد وتقشف لكن بتركيز على الدراسة والإنتاج وبالذات في مجال الفلسفة مجال واحد ركز عليه وشوف كيف سيكون إنتاجك في الحياة ظل في هذه الحياة حتى توفي رحمه الله تعالى في دمشق سنة 950 هجرية لا شك أن بعض طروحات الفرابي عليها ملاحظات حتى في جوانب العقيدة لكن استطاع الفرابي أن يرفع شأن الأمة أمام فلاسفة العالم إلى هذا الزمان ويعتبر مرجع أساسي في الفلسفة وتأكيد قضية التوحيد بأعلى درجاتها رحم الله الفرابي وجعل شبابنا يكون أعلاما مثله إن شاء الله استودعكم الله ونلتقي في حلقة قادمة مع شخصية عظيمة أخرى من المبدعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته سادتي سادتي والسيرة استعصت على الإفناء يا مبدعون وأنتم الأنوار فيه دج الليالي للضماء الرواق ما زال فينا ذكركم يروي لنا أثركم ويعطر الأجواء ما زال فينا ذكركم يروي لنا أثركم ويعطر الأجواء